أكد نورم رول المدير السابق لقسم إيران في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بأن طهران سوف تجتمع قواتها الإلكترونية ردا على العقوبات الأمريكية من جهته أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI تحذيرا يقول أن القراصنة في إيران يمكن أن يقوم بعملية مسح الشبكات بحثا عن نقاط ضعف محتملة لهجمات حث في البيانات ضد شبكات مقرها الولايات المتحدة ردا على انسحاب الحكومة الأمريكية من الاتفاق النووي كما حذرت شركة استشارات وإدارة وتكنولوجيا عالمية من أن العقوبات الجديدة ستدفع ذلك البلد على الأرجح إلى تكثيف أنشطة التهديد الإلكترونية التي ترعاها الدولة خاصة إذا فشلت إيران في إبقاء نظرائها الأوروبيين ملتزمين بالاتفاق النووي